السلام عليكم ورحمة الله سوف نفعل فيديو سريع عن طريقة إضافة إعلان إلى السوق السعودي في فينكروفر أول شيء نروح إلى عنوان الموقع عنوان الموقع هو van saoudymarket.com لما نروح إلى الصفحة الرئيسية هنا نشوف على اليسار مكتوب أضيف إعلان طبعا حابب أن أضيف إعلان جديد للموقع فأضغط على هذا الخيار أدخل تفاصيل الإعلان حقك وهذه الصفحة جدا مهمة لازم أدخل التفاصيل بعناية وأن يدخلها كلها ما أخلي ولا واحدة فاضية فمثلا أنا ببيع سيارتي فأسمي الإعلان حقي العنوان هو سيارة للبيع إيش الكاتجوري هل هو سيارات أثاث الإلكترونيات لا رح يكون سيارات أنا مين أو name of person to contact صاحب السيارة اللي هو مثلا عبد العزيز contact email الإيميل جدا مهم علشان الآد بحيث أن يقدر تواصل معاك الموقع أو يتواصل معاك اللي حابب يشتري السيارة ال contact phone number طبعا هذا رقم الجوال على سبيل المثال هذا الجوال إيش كم سعر السيارة حقتي مثلا أنا ببيع سيارتي ب3000 دولار مثلا هنا تفاصيل الإعلان عندي ألف حرف ممكن أعبر فيها عن السيارة حقتي أقول فيها عن مثلا العداد مثلا كذا هذا هو العداد إلى آخره هنا بعدين آخر شيء أقول أني موافق على terms على الشروط طبعا هنا ما في أي شروط لكن هذه من شروط الموقع بعدين أجاوب على مسأل الرياضية الصغيرة هنا بس علشان يتأكد الموقع أنه بني آدم اللي قاعد يدخل الإعلان وأضغط على continue الصفحة هذه يجيب لي أنه إذا حابب أني أضيف أي صور للإعلان حقي مسموح لي أضيف إلى ستة صور وكل صورة تكون حجم الصورة الواحدة 2 ميجا بايت اللي هو 2000 كيلو بايت أضغط على choose file راح يفتح لي كمبيوتري وأختار مثلا هذه صورة سيارتي وأقول له أوكي وأختار أي صورة هي لح تكون الصورة الأساسية للإعلان بعدما أختار الصور اللي أبغاها أقول له upload images الموقع راح يرفع الصورة هذه على الموقع وراح يكون الإعلان جاهز contact عبدالعزيز على هذا التليفون السعر حق سيارتها ثلاث هنا الـ information كتبتها العداد وما العداد والآخره والموديل وكل شيء وهذه الصور أو هذه الصورة اللي أنا الوحيدة اللي أنا رفعتها الإعلان راح يروح للمشرف اللي وافق عليه قبل ما يطلع على الموقع وطبعا راح يكون موجود في خانة عرض الإعلانات راح يطلع يكون موجود هنا بإذن الله راح نسوي فيديو ثاني عن كيف ممكن أنك تعدل أو تحدث إعلانك فشكر لكم على متابعتكم وانتظرونا